طيب فبنقول ايه هنا بنقول انه العقل احكام العقل من ميزتها انها لا تتغير يعني الجزء اصغر من الكل في الماضي في الحاضر في المستقبل في الجنة في النار الجزء اصغر من الكل ده حكم عقل واحد زائد واحد يساوي اثنين في الماضي في الحاضر في المستقبل في الجنة في النار واحد زائد واحد يساوي اثنين ده حكم عقل واضح لكن الاحكام العادية تتخلف او يتصور تخلفها على الاقل الاسبرين مسكن للصداع ده حكم عادي مش حكم عقلي لانه يتصور انه ما يكونش مسكن ولا حاجة فيل يمشي على قدمين حكم عادي حكم عادي لانه يتصور ان يكون الفيل طائرا ولو في فيلم كرتون لكن لا يتصور ابدا ان يكون الجزء اكبر من الكل لا يتصور هذا ابدا ولحتى تعرف تعاملها فيلم كرتون ولا تعرف ترسمها اذا لما بنقول العقل يعني حكم العقل يعني مقتضى العقل وحكم العقل لا يتخلف لذلك من المهم جدا نحن نعلم الناس يا سيد حاتم من المهم نحن نعلم الناس الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي لي لان الجماعة العلمانيين والليبراليين وغيرهم من المتنورين يقول لك الكلام ده لا يدخل العقل كيف يقول النبي هذا كيف يقول النبي هذا هذا كلام مخالف للعقل يا سيدي هو لا مخالف للعقل ولا حاجة لان احنا والله برضو ناس عندنا عقول وقبلناها والمسألة سهلة مفاش حاجة بس انت افهم لو كانت مخالفة للعقل لرفضناها كما ترفضها تماما فهو هاتل ايه بيخلط بين ايه بين حكم العقل وحكم العالم يسمي احكام العادة احكام العالم فيقول لك مثلا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقفت الزبابة او اذا وقعت الزبابة في اناء احدكم فليغمسها فان في احدى جناحيها داء وفي الاخر الدواء ده كلام مخالف للعقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا النظافة النبي الذي علمنا الطهارة النبي الذي علمنا كذا كيف يقول هذا الكلام شوف بيقولوا كلام خطابي كده ده الكلام ده بيسموه في علم المنطق خطابا يعني عمزة خطب الجمعة كده مالوش كلام يعني ايه يثير المشاعر لكنه لا قيمة لا لما تيجي تيوزينه كده ايه بميزان الادلة العلمية يعني مقصدش طبعا من خطبة الجمعة لا قيمة لها لكن اقصد بتخاطب المشاعر لكنه كلام ضعيف من حيث الحجج العلمي فكون ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك وانه الزبابة فيها احد جناحيها كذا وفي اخر كذا ده احكام عادي مش احكام عقلية ده حكم عادي مش حكم عقلي كون انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك هذا ليس مستحيلا عقلا كون انه ربنا يخلق في احد جناحيها كذا وفي اخر كذا ده ممكن عقلا مش مستحيل فهتلاقي غالب اعتراضاتهم على الشريعة الصعبان الأقرع وعذاب القبر ويقولك يعني هالربنا بعظمته سبحانه وتعالى يعني قاعد فاضي انه والله الواحد يخش الحمام برجل اللي جنة والرجل الشمال مش معقول يا جماعة ربنا أعظم من كده وربنا كده ويقعد يعملوا حاجات كده يعني هالربنا بعظمته سبحانه وتعالى مهتمة أنا حطيت حتة إشارب على راسي ولا لقى ربنا أعظم من كده وقوله باسم العقل إهانة للعقل باسم العقل وكل الكلام ده منوش أي علاقة بالعقل كلها أحكام عادية يعني مأخوزة من التجربة والمشاهدة بش احنا قلنا مصادر المعرفة ثلاثة يا حاتم العقل والحس والخبر العقل بيديني أحكام عقلية الحس والمشاهدة بيديني أحكام عادية الخبر بيديني أحكام شرعية يحفظها دي واضح كده حاتم؟ تمام واضح إن شاء الله لنحوم العقل اللي قواعد المنطق عند المنطقة العقل هو العلم بإيجاب الواجبات واستحالة المستحيلات وإمكان الممكنات دا 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 حكم العقل كده كده إيه في خانم الثلاث خانم دوني هذا هو العقل وهذا هو الفارق بين العاقل والمجنون يعني الجماعة اللي احنا نحطنهم في العباسية وبنحفظ عليهم هناك دونت إيه الفرق بينهم وبيننا؟ إن إحنا في عقولنا جميعا التفرقة بين الواجب والممكن والمستحيل حتى وإن لم نعرف هذه المصطلحات هما الدنيا دي عندهم داخل في بعض فبيعرفش يفرقوا بين الممكن والمستحيل فهذا هو العقل العقل هو معرفة إيجابة الواجبات واستحارة المستحيلات وإمكان الممكنات هو دا العقل فارجع إلى دروس أقسام الحكم العقلي واسمعها تاني وذكرها وركز فيها أو اسمعها من مشايخ تاني هتلاقي مثلا ممكن يكون أوضح شوي محتاج تعيش معها شوي عشان تقدر تميز بين حكم العقل وحكم العادل